واشنغتون تضرب القدرات الصرخية للحثيين في اليمن والجماعة تسقط مسيرة أمريكية فوق الصعدة وتستهدف سفينة بخليج عدن فهل تنجح الولايات المتحدة في تحيد الحثيين عن التصعيد بالمنطقة؟ قبل أربعة أيام فقط قطع الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمينة تنياهو أكد التزام واشنغتون بأمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات من إيران بما في ذلك تلك القادمة من جماعات إرهابية مثل الحثيين بحسب تعبيره قبل ساعات عادت العمليات العسكرية الأمريكية تضرب بقوة معاقل الحثيين في اليمن وتستهدف قدراتهم الصرخية فقد أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن الجيش الأمريكي نجح في تدمير صاروخ تابع للحثيين وقاذفت صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحثي في اليمن لكن يبدو أن قدرات الحثيين بحاجة إلى جهد أكبر لتدميرها فالجماعة عادت إلى الواجهة من جديد بهجمات هي الأولى منذ أن استهدفتها غارات جوية إسرائيلية قبل نحو أسبوعي الحثيون أعلنوا نجاحهم في استهداف السفينة جوتون في خليج عدن وإسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق محافظة سعدة شمال اليمن تمكنت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية النوع مكيونين وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة سعدة وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع وتعد هذه الطائرة هي السابعة من نوعها التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة وضمن المرحلة الرابعة من التصعيد والمتعلقة بمنطقة العمليات البحرية نفذت القوات البحرية والقوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها سفينة جورتون في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية ليس مفاجئا أن تعود تهديدات الحوثيين من اليمن فقبل ثلاثة أيام خرج عبد الملك الحوثي ليتوعد برد عسكري على ما وصفه بالتصعيد الخطير من قبل إسرائيل في عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران المواقف من تلك الجرائم فيما يتعلق بالمحور محور القدسي والجهادي والمقاومة فالمواقف واضح لا بد من الرد عسكريا على تلك الجرائم التي خطيرة ووقحة وتصعيد كبير من جانب العدو الإسرائيلي هناك مواقف واضحة ومعلنة بالنسبة للجمهورية الإسلامية وكذلك هو الحال بالنسبة لبقية المحور ويجري العمل من أجل ذلك كذلك على المستوى الشعبي هناك تحرك واسع لا سيما في دول المحور لكن ماذا يملك الحوثيون من سلاح لتهديد إسرائيل دعونا نتعرف على قدرات الحوث الجوية خاصة المسيرات التي مكنتها من تنفيذ هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر بل واستهداف تل أبيب صواريخ طوفان التي يمتد مداها من 1350 كم إلى حوالي 1900 كم صواريخ قدس صواريخ باليستية يمتد مداها من 1350 كم إلى حوالي 2000 كم هناك أيضا صواريخ باليستية أخرى تسمى المندب 2 وعاصف التي يبلغ مداها 400 كم يمتلك الحوثيون أيضا أسطولا من المسيرات يمكنها الطيران لمسافة تزيد عن 1500 كم من أبرز المسيرات مسيرة انتحارية تسمى صمات 3 مداها من 1200 إلى 1500 كم طبعا لا ننسى أنه قبل حوالي 6 أشهر تقريبا عسكريون أمريكيون كانوا أقروا بأن سرعة أحد الصواريخ الحوثية تتفوق حتى على سرعة صاروخ طمهك أمريكي الصنا لنقاش كل ما يتعلق الآن بتطورات جنوبي البحر الأحمر والمحاولات الأمريكية للتحييد هذه الجبهة قبل الرد الإيراني على إسرائيل من القاهرة أرحب بضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج ساعة اللواء أهلا بك معنا في التاسعة مرة أخرى وعلى سكاي نيوز عربية واشنغتون خلال الساعات الماضية وجهت ضربات مكثفة على الحوثي الهدف على ما يبدو تحييد الجماعة من التصعيد تجاه إسرائيل المنتظر في أي ساعة كيف تنظر إلى جدية واشنغتون هذه المرة وهي التي طالما أتهمت بأنها تتعامل بنوع من المرونة تقول سأستهدف الحوثي ولكن لا تستهدف قدرات الحوثي مساء الخير لحضرتك وكل سيد المشاهدين في البداية أقول لحضرتك أننا حربت في اليمن ثلاث سنين ثلاث سنين في حرب وأنا أعرف تماما كل وديان وجبال اليمن من أصعد لأرحب لجوف للحديدة ثلاث سنين وأنا أعرف طبيعة الأرض اليمنية تماما وأعرف طبيعة الشعب اليامني تماما وأقدر أقول لك أن اليمنين استطاعوا الفترة اللي فاتت لهم يكونوا قوة جوية وقوة مسيرات وساروخية كبيرة جدا لدرجة أن قوات التحالف لم تستطع أن تفعل منهم أي حاجة وحالك قلت كلمة كويسة جدا أن أمريكا تتعامل معهم بطريقة سالسة أو طيبة بدليل أن 50% من حجم السفن التي تمر في باب المندب توقفت النهاردة تماما ولم تدخل وأكثر دولة أثرت بها هي مصر وقناة السويس تعالي نشوف إيه اللي حصل لما المسيرة اليمنية وصلت إلى تل أبيب وضربت تل أبيب نشوف الرد الإسرائيلي إحنا كعسكريين عارفين طبيعة الرد شكله إيه أيضا إسرائيل لم تجرؤ أن تضرب القوات العسكرية اليمنية وضربت إيه السواريخ البترول محطات البترول لم تقترب من القوات العسكرية ولكن يقال ساعة العميد لأنه لا توجد معلومة استخبارية واضحة في اليمن يوجد بمعنى أصح على استخباراتي كبير ولا توجد أهداف عسكرية واضحة للحوثي يمكن أن تكون هدف بالنسبة للإسرائيلي أو الأمريكي هل تتفق مع ذلك؟ حضرتك عايزة تقولي لي أن أمريكا بقوتها بأكبر قوة عسكرية في العالم بالطيارات بتاعتها بالأقمار الصناعية لا هي عارفة هم اللي عايزين يقولوا ولكن إسرائيل نعم لا إحنا بنقولك لا أنت أنا محلل عسكري أنا لست مع طرف ده أو طرف ده أنا بحلل بناء على الأحداث القوة الاستطلاعية الأمريكية قادرة على أنها تعرف كل أماكن بدليل أنهم ضربوا النهاردة هذه العناصر ولكن إسرائيل هناك تعاون كامل بين إسرائيل وبين أمريكا وعندها مواقع ديفين ولكن هي طبعا إسرائيل لا تريد استصارة اليمنين ولكن هي رد الرد اللي هو بمضرب على محطات الوقود والتنكات وقعدت تشتعل 3-4 أيام وعشان تقول أنا إيدي طيلاكو ولكن إسرائيل لم تجروا أنها تضرب القوة العسكرية الحسيين في اليمن واليمن مشكلتها أنهم بيحطوا القوات دي أو العناصر دي في مناطق جبلية بتبقى من الصعب اللي كنتي تضربي المين بوين تارجيت فعشان كده لحد النهاردة قوات التحالف لم تستطع أن تفعل شيء 50% حضرتك رجعي للبيانات على جوجل 50% من الملاحة البحرية في باب المندب توقفت الكل النهاردة ساعة العميد قبل أن ننطلق من النقطة اللي أنت أشرت لها قبل قليل إسقاط المسايرة الأمريكية اليوم فوق سعدة يعني تعتقد أن رسالة للحوثي نحن قادرون على الوصول إلى جغرافيا هامة بالنسبة لكم أم هي محاولة الحصول على هذه المعلومات الضرورية والتي كما تقول تحليلات وأشرنا قبل قليل هي غير موجودة بالنسبة لواشنطن أول لتنين هي رسالة لأمريكا الحاجة التانية بتقول لأمريكا أنا عندي العناصر وحضرتك عرضت القوة بالحوثيين قوة كبيرة وما ننساش أنه من كم شعر ضربوا السعودية وضربوا الإمارات ومطار أبوظابي الإمكانيات كبيرة ولكن لا نريد لا يريد الغرب استثمارها واستسارتها خاصة أنهم دخلين دلوقتي على المعركة الكبرى مستنينها بكرة أو بعده وأنا بقولك هنا من القاهرة وخلفي نيل النهر العظيم وخلفينا حوالي ألاف الأميال من إيران ونقول سوريا ونوب لبنان أنا أسمع طبول الحرب تدوك منتظرين بس النفير يطلق وتنطلق الضربات وعشان كده هم عايزين يحيدوا اليمن هل سينجحوا في هذا الأمر؟ لأنه يبدو أن الحسابات بالنسبة للحوثيين لن تعد متعلقة فقط بإسناد غزة بل المواجهة مباشرة بينهم وإسرائيل بدليل مسيرة حوثية وصلت إلى قلب تل أبيب فهل تعتقد أنه اليوم هذا التعامل الأمريكي عبر المسيرات سينجح والضربات المتتالية؟ كلام حضرتك مظبوط جدا الحسيين النهاردة شيء لموضوع أنهم يتعاطفوا مع غزة الحسيين أوامرهم من إيران إيران هي التي تمودي بالأسلعة وبالزخيرة كل أنواع الطائرات ومسيرات فعشان كده الألق النهاردة أن الحسيين سينصعوا إلى أوامل إيران وعشان كده أمريكا بتحاول تحييدهم لأن إذا الحسيين دخلوا النهاردة مع حزب الله في جنوب لبنان مع الحرس الثوري في إيران مع حزب الله في سوريا مع الحجد في العراق العملية ستبقى كبيرة جدا وعشان أقول لحضرتك إيه الأدلة لكده حجم القوات الأمريكية اللي جات في البحر الأحمر في البحر الأبيض النهاردة كل ده إيه لحماية إسرائيل النهاردة لو حجم بكل العناصر دي ضربت سواريخها ومسيراتها في تقويت واحد ما تقدرش إسرائيل لا بالقبة الحديدية ولا بالسلاح الأرو أن تصد لها بالمقابل يا دكتور سمير بالمقابل أنت قبل قليل تحدثت عن الترسانة العسكرية بالنسبة للحوثي وأنها متقدمة وكبيرة جدا بل هي قادرة برأيك على التعامل مع التهديد الإسرائيلي الأمريكي استهداف الحديدة كان رسالة فقط بسرب من الطائرات الحربية المقاتلة بالزبط هي قادرة بالزبط طبعا يا قادرة ما هي وصلت قبل كده وبعدين نخذ يا بالحضرتك النهاردة لما تلاقي تل أبيب عشرات المسيرات من اليمن ومن حزب الله ومن إيران وبعدين أعيش تقوله حريك حاجة إيران حتى الآن لم تستخدم إلا عشرة في المية من قوتها وقدراتها العسكرية في العشر تشهر اللي فاتت كانت كلها عبارة عن اشتباكات إنما لو دخلت نقول يعني إيران ودخل حزب الله في جنوب لبنان ومعهم الحسيين أعتقد ستشكل مشكلة كبيرة لإسرائيل وعشان كده النهاردة قائد القيادة المركزية الأمريكية سين كامس سنترال كوماند بكرة الصبح في إسرائيل لأن كل هدف أمريكا النهاردة هو تأمين إسرائيل لأن الضربة دي لو جد ستبقى ضربة قوية طيب يبقى سؤال أخير لا تحليل عسكاية على فكرة نجدعه بأي عاطفة أخرى وتشكر عليه ولكن يبقى سؤال أخير دكتور سمير فرج ما خطورة تكريس الحوثي لنفسه كجبهة إيرانية خاصة بعد حرب غزة الأخيرة خطورة ذلك على ممر ماء حيوي متعطل الآن خطورة ذلك على اليمنيين خطورة ذلك على المنطقة برمتها لا هي خطورة كبيرة جدا وأنا عشان كده عجبني المصطلح اللي في البداية قلت أن أمريكا بتتعامل معهم نقول بطريقة بسيطة مش عايزة أنت عارفة ما يبقى بمرونة حالك قلت بمرونة فعلا هي كلمة دبلوماسية مش عايزة تسير هذا التنين اللي موجود في البحر الأحمر إصارته هيكلفهم كتير فعشان كده هم بيحاولوا يحيدوه ويطلعوه بره ميدال المعركة ولكن أشك في ذلك لأن الحسيين أوامرهم من إيران اللي ادعموا ومتديهم الأسلحة والطريقة المسايرة والسواريخ شكرا جزيلا لك ضيفي من القاهرة دكتور سامير فرج على هذه القراءة العسكرية القيمة معنا في التاسعة وعلى سكاينيز عربية جزيلا شكرا لك